قانون مكافحة الثروات غير المعروفة للمصدر الجديد في بريطانيا يحصد في شباكه أول قضية بطلتها سيدة أذرية تجولت بأشهر متجر في لندن لصرف ملايين الجنيهات الاسترلينية السيدة التي خسرت قضية في المحاكمة البريطانية لإبقاء هويتها سرية هي زاميرا هاجييفا زوجة المدير السابق للبنك الدولي الأذري جاهنجيير هاجييفا الذي حكم عليه عام 2016 بالسجن لمدة 15 عاما بعد اتهامه في قضايا فساد بسبب اختفاء عشرات الملايين من أموال البنك الذي يعمل به ولكن ما حجم تلك الأموال التي أنفقتها هاجييفا والتي أثارت انتباه مكافحي الأموال غير المبررة في متجر هارودز فقط أنفقت هاجييفا 16 مليون جنيه استرليني بين عامي 2006 إلى 2016 على مدى عشرة أعوام مستخدمة 35 كارتا ائتمانيا من بنك زوجها ولكن ما الذي اشترته هذه المرأة والذي وصل إلى هذا المبلغ الكبير قائمة مشترياتها ضمت مجوهرات وعطور ساعات من بوشيرون ب150 ألف جنيه وقامت بها في يوم واحد فقط أيضا أنفقت هذه المرأة ما يقرب من ألفين جنيه استرليني على أنواع فاخرة من النبيذ الأحمر أو الأبيض لا نعلم لكن بالإضافة إلى 100 ألف جنيه استرليني على مجوهرات من بيت الأزياء كارتيا بمجب القانون الجديد على هاجييفا أن تفصح عن مصدر أموالها التي أنفقتها وإلا فهي معرضة للحجز على ممتلكاتها من بني هذا البيت الذي يبلغ ثمنه الآن 15 مليون جنيه قامت بشرائه بـ 11 مليون جنيه ونصف في منطقة نايتس بريج الراقية ويبعد خطوات عن مسجر حاروز هاجييفا ما الذي قامت به أيضا قامت بشراء نادي للغولف بعشرة ملايين جنيه في منطقة بيركشير التي تبعد عن منزلها نحو 80 كلمترا غربية لندن لم تنتهي ولم تقتصر قائمة مشتريات هاجييفا على ذلك بل شملت أيضا طائرة من تراز جولف سريم جي 550 هذه الطائرة التي تظهر ورائي وبلغت قيمتها 30 مليون جنيه سترليني الخبر بالطبع نعاكس على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط في بريطانيا ولكن حول العالم جوي تايلور يكتب أعتقد أننا جميعا أنفقنا 16 مليون جنيه في هاروز في وقت ما هذا شيء سهل فعله طبعا هو هنا يعني يتندر على أن هذا المبلغ لا يكون متاحا للكثير من الناس إذا لم يكن عديدهم فيل ماذا يكتب بك فيل لقد صدمت كيف يمكن لشخص واحد أن ينفق 16 مليون جنيه لشراء البضائع الفاخرة في هاروز يشعر بالصدمة فيل لكن بني تقول هل نعرف ما الذي اشترته مدام شنط المال من هاروز أود أن أرى قائمة مشترياتها لكن دعونا نذهب زميرة هاجيفة أنكرت التهم الموجهة لها وقالت إنها وزوجها يتعرضون لظلم كبير ولكن الأمر بسيط عليها لإثبات براءتها هي وزوجها بحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم نريد أن نعرف منها كيف قامت هي وزوجها بشراء هذه الأصول الغالية في بريطانيا وكيف حصلوا على هذه الأموال التي أنفقوها وهي غير متناسبة مع مصادر الدخل المعروفة لهما اشتركوا في القناة